وهكذا السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك أعزائي السيد الحكيم في المستمسك أعزائي في المجلد الأول صفحة 374 يقول وكيف كان نقول إن أمكن البناء على المناقشات المذكورة في هذه النصوص يا نصوص نصوص الطهارة التي ناقشها إما تقيتان إما بأي طريق كان اللي يسقطها عن الاعتبار لتبقى روايات النجاسة على ماذا تبقى بلا معارض قال إن أمكن البناء على المناقشات المذكورة في هذه النصوص فهو المتعين جيدا نسقطها عن الاعتبار وننتهي أما وإن لم يمكن ذلك التفتوا جيدا وإن لم يمكن ذلك ولا يمكن ذلك هذه عبارتي ولا يمكن انظروا إلى عبارته لبعد المحامل المذكورة وإباء أكثر النصوص عن هذه المحامل أصلا هذه المحامل التي ذكرها القوم لإسقاط روايات الطهارة عن الاعتبار مقبولة أو غير مقبولة بعيدة جدا تأبى هذه النصوص هذا الحمل وإن لم يمكن ذلك لبعد المحامل المذكورة وإباء أكثر النصوص عنها فالعمل بنصوص الطهارة غير ممكن لماذا مولانا بعد لماذا ما المشكلة لمخالفتها للإجماعات المستفيدة إذن عند تعارض الدليل الإجتهادي المعتبر سندا ودلالة مع الإجماعات المنقولة أو المحصلة فالتقديم يكون لماذا أعزائي لأي شيء يكون للإجماع لا لماذا لا للنصوص أنا ما أدري ضمن أي مبنى هذا أعزائي واقعا ضمن المباني الغريبة في علم الأصول ودعوة إن شاء الله هذا في علم الأصول الآن ما لدي أتكلم ودعوة أن هؤلاء قريبين من عصر النص أصلا دعوة أشبه بالخيال والوهم لأننا نتكلم في القرن الخامس نتكلم الشيخ الطوسي مولانا الشيخ الطوسي المتوفى 460 نتكلم ابن إدريس الحلي اللي وفاته 640 أعرفتوا شون في القرن السابع مولانا حتى الشيخ الطوسي أين هو من الإمام الصادق تذكر بينك وبين الله أنت الآن قريب العهد من عصر الصفوية مولانا الآن أنت تعرف كاملا السيرة المتشرعية مع كل الإمكانات اللي الآن موجودة أنا الآن يسموني قريب العهد بالعهد القاجاري والصفوي هذا منطقي مولانا مع أن الفاصلة 300 عام الفاصلة 250 عام الفاصلة لا أقل 200 عام لأنه آخر الغيبة أو آخر حياة الإمام وبدأت الغيبة مولانا 260 مولانا إلى 460 مائتين سنة يعني لا أقل ستة إلى سبعة أجيال مرت على ماذا وماذا بقي منها ماذا يبقى ولكنه لأنه إحنا مبتعدين هذا البعد النسبي هذا اللي أنا أسميه أو يسمى بالحسب الإسقاط ها حالة الإسقاط مولانا أنا بعيد 1400 سنة فنتصور ذاك الأربعمائة سنة مولانا قريب العهد أي قرابة مولانا انظر نفسك الآن إلى قبل مئة سنة أنت ماذا تعرف ماذا كان يجري في كربلا والنجف وإيران قبل مئة سنة مولانا ماذا تعرف مولانا والله يريد لك أن تقرأ خمسة قناطير من الكتب حتى تعرف سيرة الناس أخلاق الناس ارتكازات الناس ماذا تعرف عن جر ماذا كان يجري قبل المئة سنة وكل الإمكانات الآن متوفرة فما بالك بذلك الزمان علي لحوال هذا بحث في علم الأصول وهو أنه أساسا الارتكازات وهذا سيأتي إن شاء الله نحن عندما نناقش الإجماع سيأتي هذا البحث جيد